على هذا الحال أصبح سد فرقوق بالمحمدية سد متوحل أثر على طاقة استيعابه للمياه مشكل يطفو على السطح في كل مرة لما يعانيه فلح هو المنطقة ونصرفون نشروف الماتح الحواسى كما نقولو وصلنا وشينا تلتطر وصومي للساعة تلتطر وصومي للساعة تلتطر وصومي للساعة تعلم غيب أن نتحول هذه الأراضي تواعنا ونتحول المستقبل لولادنا وندير حصص سقيان يستفيد منها الفلاحون في كل مرة قدرت آخرها بست ملايين متر مقعب يرها الفلاحون غير كافية ليبقى سلط السد المطلب الوحيد حاولنا سيد الوالي هذا زي قال نزيدكم زي جملايين هي ثمانية بصحة ثمانية ما تكفيش ما تكفيش الفلاحة هذا نبقوا فيه نفس الشيء علىه احنا لكون خدمونا الباراج احنا ما يسراش هاكا قاع الفلاحة يزقو قاع الفلاحة يوسو هذه باريقو كانت مسمينها سلاكها باريقو رانا هضروع لي بسنوات سنوات سنوات ولا نتيجة احنا المشكلة تعنا هو المياه السقي ورمي يعطونا نوبة وذيك النوبة احتر روحوا للجاير وروحوا للمعسكر وروحوا للديوان ويعطوها ناقليلة ومتكفيش الفلاحة ورمي يعطوها ناق من سد بنحني فيها وكان واحد المشكل من سد بنحني فيها لسد فرقوق رمي يقولونا يطرخ 50% ديب بيرد سد فرقوق شريان سهل هبرة في تدهور مستمر يناشد فلاحو المنطقة السلطات العليا لإعادة الاحتبار له خاصة بعد تراجع الإنتاج في العديد من الشعب